نتكلم عن يعني مهرجان عالمي مهرجان عالمي وصول لبعثة النادي لأهلي الملعب المباراة قدامنا على الهوى طبعا نتمنى ان شاء الله زي ما التركيز اهو برى الملعب يكون فيه تركيز داخل الملعب يمكن ميستر كولر قال الماتش اللي فات ان التركيز لما قال بسبب اليقى البدنية العامل البدني التركيز قال شوية ظهرت الاخطاء وبالتالي حصل الفرقات بيننا وبين ريال مدريد في الاخر وهي اللي قدت للهزيمة بنتيجة اربعة واحد خلينا نتكلم على ان النادي الاهلي في مهرجان عالمي مهرجان عالمي النادي الاهلي الماتش اللي فات حشان انا عايز اتكلم برضو على الماتش اللي فات كتير لان ناس كتير جدا 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 مغرضة بعض الناس مغرضة اتكلمت بصورة مش كويسة بصورة سلبية على النادي الاهلي مع ريال مدريد لا النادي الاهلي من أحسن المدشات اللي لعبها بفترة أخيرة مبارات ريال مدريد. الفروقات حصلت في التلت الأخير من المباراة وبالذات في الوقت بدل الضقع. احنا بنتكلم على عشر تيام النادي الأهلي بيلعب فيهم أربع مباريات. في أسبوع لعب ثلاث مباريات كانت المباريات اللي فاتت كانت معه ريال مدريد. وبتلعب أحسن فرق العالم. وعمل مجهود رهيب وند للند مع أعظم فرق العالم. فالوضع الطبيعي. الوضع الطبيعي إن العامل البدني هيبقى لي دور. وده اللي حصل في نهاية المباراة. وإن ارتكبت أخطاء. ده حصل في نهاية المباراة بسبب عامل اللياقة البدنية. يمكن الماتش النهاردة. إن شاء الله خلاص. اللعيبة كلها يعني طوت صفحة ريال مدريد. وأكيد الجهاز الفني. ويبص لفلامينجو البرازيلي. وفي اعتقادي مباراة أصعب من اللي فاتت. لأن دي مباراة البطولة. بتلعبها الكسبان فيها هياخد ميداليا. الكسبان هياخد ميداليا. ونتمنى إن شاء الله إن النادي الآلي هو اللي يكون صاحب الميداليا البرونزية بإذن الله. ويحافظ على مركزه المركز التالت. اللي بقاله بطلتين محافظ عليه. خلصتك.